ثمانية وثلاثين صفحة ثمانية وثلاثين في الكتاب النهاردة سيبتدي في صفحة ثمانية وثلاثين طبعاً أنت عندك أمثلة محلولة في الكتاب وعندك شيت نازل أنت مطالب بالشيت وإيه الأمثلة المحلولة في الكتاب ومطالب بالنظر الذي في الكتاب يقرأه كويس يقرأه مرة واثنين وفهمه ما تحفظش حاجة جيب لكش ديسكاس ولا إكسبلين ولا القصة وبالتالي أنا بجيب الأسئلة بين السطور ومديك في آخر الكتاب امتحان كأسامل مش عشان تحفظ الأسئلة أنا لا أكررش مش هكرر لو حصلت في التكنيكا في الريبورت رايتنج مش هتحصل هنا لكن بجيب أسئلة شبيهة يعني إيه شبيهة؟ يعني بنفس المينينج لو أنت فاهم هتجوا وبالتالي عندك مثال هو امتحان في آخر الكتاب بص كده الأسئلة بتيجي ازاي ده لو هو فاينل لو كان ريتنج لكن لو كان هو امتحان إلكتروني بيبقى الأسئلة بتتحول إلى multiple choice واتشوف الكلام ده في الكويز وبالمناسبة أنا هأخر لكم الكويز شوية لحد ما تذكروا في منذوب الدفعة كريم لو موجود طلب مني قال لي أن الناس لسه بيتجاهز نفسها فانأخروا شوية فأنا هنزلوك المعادة الجديدة على السيستم ودي فورصة تانية عشان تذكروا دكتور مواد التسليم ايه؟ بالنسبة لمواد التسليم المعادة بتعربوا اه ده يتسلم ده معادة مع يعني أعتقد سأخره لكم يومين كمان كريم؟ ايوه دكتور أحضر لكم لنا الخميز أحضر ده آخر ده يومين كمان والكويز أأخره شوية لعشان أديك فورصة خلاص أنا نسبة الحضور وأنا بقول الكلام ذلك يا كريم والدفعة نسبة الحضور مش عجباني لما تكونوا تلتمائة وخمسين ويحضروا لمية ده معناها ان الحضور نثبيته ضعيفة فما تزعلوش بقى لما نتيجتك تطلع وهي كده 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 طالما تحضرش المحاضرة ونشتغف تحل انت عندك الحضور المحاضرة والسيكشن مهمين أنا بحلش مسائل كتير في المحاضرة فالسيكاشن بتغطي المحاضرة كاملة خلينا نتناقش لو حد عنده مشكلة في آخر المحاضرة بالنسبة للسيكاشن المسائل هل فيه حاجة ما تغطيتش هل الموعدين شغالين معاكو تمام هنتكلم في الكلام ده وبالتالي انت بتحضر المحاضرة بتحضر سيكشنك ملتزم بالأمساعة المحلولة والشيط اللي بينزلك هتقدر تجيب في المادة تقدير وتنجح لو متحضرش المحاضرة ما تزعلش بعد لما يكون نسبة حضوركو يعني معددش الـ 35% وتزعله من النتيجة اللي حصل الترمي الأول مش يحصل الترمي التاني خلاص يعني ايه هندسة بدون حضور انت ازاي هتفهم اللي أنا بقوله او المعنى الهندسة اللي أنا بقوله وانت مش هتفضرش المحاضرة يعني ايه ايه الفرق بيننا وبين أداب فانت لازم تسمع من الدكتور ده هي اونلاين حتى انتقعد في البيتوب وتسمع صوتي ما كنا في المحاضرة بنتفاعل وندي أمثلة ونقسم جروب وطلعكم معي تشرحوا البعض في المحاضرة الكلام ده منحاول أن احنا نوصل للـ اللي احنا كنا عليها قبل الأزمة دي وبالتالي ما تجيش انت بقى تسمع تسجيل المحاضرة ه منع كمان تسجيل المحاضرة خلاص نبتدى القرى المحضرة ايه موسيقى 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 كريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم هنبدأ نكمل على المحاضرات اللي فاتت انا في شابتر 2 اللي هو الماجنيتك فيل ده هنكمل عليه احنا وقفنا المحاضرة اللي فاتت عند البنى الماجنيتك سيركت النهاردة هنكمل احنا في شابتر 2 الماجنيتك سيركت الاندوكشن هنتكلم النهاردة على الماجنيتك لا اقفلوا المايك كلنا كلنا اقفل المايك ايه اقفل المايك هنتكلم النهاردة على الماجنيتك بول بين 2 بارير الفيسز الماجنيتك بول اللي هي الفورس الفورس بالنيوتن وهناخد مثال محلول او تطبيق هنطبق على الكلام بالتطبيق من التطبيق عملي او يعني تطبيق اكشوال في شكل مثال بعدين هناخد حاجة اسمها الصوت الصوت ما اسموه كويسة كريم ايه اطمئنا لقطة اسموه الصوت صح امام وبعدين هنتكلم على هنطبق هنحدد في الجزء ده هنحدد في الجزء ده هنحدد في الجزء ده هنحدد في الجزء ده وهناخد بعض التطبيقات على الكلام ده او بعض الامثلة المحلولة عشان نفهم وبقية الامثلة هتتحل في السيكشن هنا المجنيتك بول بين دو بريل فاسي لو انا عندي تخيلت او افترضت ان انا عندي دو فاسي دو فاسي فاسي منه اللي انت شايفه الفاسي الاولين اللي سببته وخلي بالك ان انا طلبت منكو زي سيرشو سواير كده او ريبورت على الانواع الماتيريال الصوفت ماجنيتك ماتيريال والهارد وقلتلكو تعريفه وابليكيشن بيستخدم في ايه او امثلة قلتلكو نعرف الفرق بين الفر وماجنيتك ماتيريال ويعرف يعني ايه ضاير ماجنيتك ماتيريال وبارو ماجنيتك ماتيريال وديني تعريف ومثال لكل واحدة فهنا انا عندي الفرق بين مصنوعين من المعين هافترض ان الفرق بين ثابت والفرق بين حر الحركة يعني هذا الفرق بين الفرق بين والفرق بين الفرق بين الفرق بين الحر الحركة من خلال ايه طبعاً اللي بين التو فيسس بنسميه إيرجاب طول الإيرجاب إكس طبعاً ممكن بجيلك في الامتحان وأقول لك من اللمث بتاع الإيرجاب جي أو إل جي أو إكس أو وي هو سيمول في الآخر أبقى عارف أن الطول بتاع الإيرجاب بالمترة والفلوكس اللي بيمشي أو بيمر في الآخر الإيرجاب فاي والأريا تاع الفيس أو الفيس إقوال إي بالمتر المربع والفورس والفورس هارموز لها بالرمز بي واحد يقول لي إحنا كنا بنورموز للفورس بالنيوتن اللي هي خلاص إحنا روزناها المرادة بالرمز بي نجي في إثبات آخر أو دريفيجين آخر نسميها إف خلاص إحنا نتفن إياه هنا اسمها بي وكنت بأخذ البل اللي هي الباور أنا برضو هسميلك هنا اللي هي الفورس بالنيوتن أو بنسميها اللي هي الماجنيتك بول هو سميها بي عشان أخذها من كلمة بول الإيرجاب 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 وهنا الآن هارجع لحد من الموجودين وليكن اللي كان فتح المايك أحمد نبيل يلا يا أخي الإيرجي ستورد في الإيرجاب سوي ما هي اللي كان فتح المحضر دكتور الإيرجي ستورد في الإيرجاب الإيرجاب اللي هي سوي اللي هي في النص بين الـ اللي هي تقولها الإيرجي ستورد الإيرجي ستورد تسوي تقدر تقولي؟ لا لماذا يا دكتور لن تذكره قوي حضرت المحضرة اللي فتت؟ حضرتها يا دكتور لكن لم تذكرتش آخر جود يعني كنت تذكره قبلها عشان السكشن بس حسنا فأنت المحضرة قبل أن تتجي؟ حسنا لماذا يا دكتور لكن كنت أدني بس للمندم صعبة قليلا حسنا ماذا في الماء؟ ممران محمد تفضل نص الإيرجاب نص الإيرجاب نص الإيرجاب نص الإيرجاب هذه تربية أين الإيرجاب؟ ومالزاهرة قدامي الإيرجاب الإيرجاب إيرجاب لا إله لأ لا لا مشي إنت تقصد من الإل دي بالمتر؟ لنس يعني؟ لا لا مشي لنس مال إيرجاب مال إيرجاب عبدالصادق تخضر حضرتك يا دكتور المحضرة اللي فاتت قلت لها تلات قوانين نص إيرجاب نص إيرجاب ونص إيرجاب 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 اللي هي الريلوكتنس بتاعة مين؟ بتاعة مين؟ اللي هي بتاعة الإير بتاعة الهواء اللي هي بتساوي إيه اللي على ميو؟ أنا الأول ما فيه هنا إير جمال ما فيه هنا أير جمال ما فيه هنا يعني مجنيتك سير كتا هيا فيس دا والفيس دا والفيد بيمش من خلاله لأن أنا هيبع عندي السورس هنا كده لو أنا عندي مسل لو عندي سورس ومسل دا بمسل فأنا عايزك تقول الإنرشي في المثال اللي عندي يبقى حسب الجيفن يا بشماندس صح انت صح حسب الجيفن حسب الجيفن انت سكشن كان سكشن واحد دكتور سكشن واحد رقم ما عرفش تعريباً اتناشر 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 كمان طيب حسب الجيفن اللي عندي يا بشماندسين فأنا عندي الفي جيفن بالويبر وعندي اقدر اجيب من خلال اللمس بتاع الارجاب وعارف ان ده هوا عارف الميو نود وعارف الميو قرل الهوا بواحد فأقدر اجيب الريلاكتنس اس يبقى نص اس في الفي سكوير لان انا مش متاح عندي الا ولا انت شايف الطيار اللي ماشي لان اجيبها من قانون النص اللي سكوير ولا عندي بصاي ولا ولا اي اذا انا بقول لك لها ثلاث سور من المتاح عندك تجيب الانيرجي اذا زي ما ازمولكو قال ان الانيرجي ستورد في الفيلد نص في الريلاكتنس بتاع الارجاب في الفي اللي هو ماشي في الدايرة من اللي سيمشي فلاكس انا افرد ان فيه سورس والسورس ده ماشي لي محتوطة على او على الكورده فماشي لي فلاكس فاي فانا افرد ان فيه فلاكس ماشي ثلاث الارجاب من الفيس واحد للفيس اثنين ثلاث الارجاب ليس بأي طريقة ما لك دعم يبقى نص في سورس يبقى هيتخزن الانيرجي في الارجاب اسمع نص في في سورس لو انا عندي البول البول يتحرك هذا البول سوف افرد ان هذا ثابت و اه ايا اضط شايف الموس ماوس عندي انت شاهدت بتشوف الماوس واه بتحرك؟ لا يا دكتور يعني انا لو حرك الماوس كده مش بتشوفه؟ اوه كده شفت هفرد ان البوند ده هو الحر الحركة هاو تفرد ان ده هو الحر الحركة براحتك هفرد ان ده هو ثابت وده هو الحر الحركة فهذا يتحرك يعني بيقل الإرجاب بينه وبين الفسده يتحرك لفوق يبقى الـ تقل ولو يتحرك لتحت يبقى الإرجاب ملها تزيد يبقى الإرجاب يزيد خلي بالك انا عندي شيء بتقول خلي بالك انا عندي شيء بتقول خلي بالك معي سواني انا عارف ان الـ بتساوي ها تفعل ايه؟ حد يتكلم حاول ب具 وبنا 40 انا هشتغل على الهواء كيف مين أجنب هكذا صح؟ ايه مضبوط صح ايه إذن الريلاكتنس دي بتتغير حسب ايه؟ حسب الـ X و ايه؟ هم؟ حسب الـ X و ايه؟ حسب الـ X و ايه؟ حسب الـ X و المساحة بتتغير المساحة سابتة بتتغير المساحة ملفز سابت هذا سابت صح؟ حسب الـ X و المساحة مين اللي بتغير؟ الـ X الـ X مسافة بين البستائي انا افرد ان احد الاقطاب بيتحرك مسافة ايه؟ delta X احيانا نسميها كده او نسميها كده براحتك delta X او delta X هي هي بس كده؟ عشان كده هو قالك ان هذا الفز يتحرك من خلال مسافة ايه؟ delta X من الـ X يبقى لما الـ Lens يتغير مين يتغير بشو انسين؟ الـ Lens الـ Lens يبقى مين اللي يتغير معاك؟ لما ده يتغير يبقى مين يتغير؟ energy energy انا عندي النص ثابت و افترض ان الفلقس اللي مر في الدايرة ده ماله؟ ثابت ثابت هو كمان constant اذا الـ energy بتعتمد على تغير مين؟ delta X و الـ RELUQTANCE بتعتمد على تغير مين؟ X الـ X بالـ X تعتمد على حركة مين؟ TOOL البول 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 ده او الفيس ده لما يتحرك يقوم تزيد او تقيل للـ X إذن أنا هفرد هفرد أن أنا عندي في حركة قد إيه دلتا إكس هفرد أن أنا عندي حركة إيه دلتا إيه دلتا إكس معنى أن أنا عندي في الإرجاب لما الإرجاب اللينس بتاعها يقل الريلوكتنس بتقل ليه يا دكتور لأن الإكس إيه قل لما الريلوكتنس تقل إيه اللي يقل لما الإكس تقل إيه اللي يقل ريلوكتنس تقل إيه اللي معاك الإنرجي ستورد فين في الإرجاب إيه ده إحنا قلنا الإنرجي لا تفنى الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم إنت دكتور قلت لي دلوقت إن الإنرجي قلت لو أنا سبت إن الفيس ده يتحرك وتتحرك في اتجاه إن هو يقل الإرجاب فالإنرجي ستورد قلت لأن الإس قلت مع أسابات الفايومين والنص والنص طاقة الإنرجي اللي فضلة راحت فين الإنرجي اللي قلت راحت فين يعني كان هنا فيه لنص معين بغتازل هنا خمسة جول كافيين لاختزان خمسة جول لما الفيس ده تحرك في الاتجاه ده فالإكس قلت فالخمسة جول بقى ثلاثة جول راح مني اتنين جول اللي اتنين ده راحه فين واللي هيقول أياخد بلاس اتنين طاقة حركة يا دكتور نرفع عادي فيه بنت بتتكلم اسمها إيه ما حدرتك يا دكتور اسمك إيه مايسون ايه مايسون مايسون تمام يلا الطاقة دي فقدت على هيئة طاقة حركة بالظلط صح زميلتكم بتتكلم صح هي دي يا باش مهانسين اللي استهلكت في او تحولت خرجت برا وتحولت في شكل بول او فورس حرك الفيس ده من البوزيشن الاولان للتاني يعني حركه فيتجاه تقليل الإرجاب يعني في اتجاه واحده يقول لي طيب ليه دكتور يتحرك في الاتجاه River اللي هو يق função الأرجاب لماذا ما عاقت ش انهو تحرك لتحت في اتجاه زيادة الإرجاب وكده سomingلتكم معايا بلاس اتنين لو كمлично تاخد كمان بلاس اتنين لماذا ما كانش في إتجاه انه هو يزود الإرجاب واتحرك في إتجاه يقوم الإرجاب اه 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 اتحرك في اتجاه ان هو يقلل الارجاب وليس العكس اللي هو يزود الارجاب. يعني اتجاه اتحرك في اتجاه ان هو يقلل الانيرجي ستورد مش يزودها. ما احنا ثبتنا مقطع? ما احنا ثبتنا ده. ليه ده بقى اتحرك في اتجاه ان هو يقلل رجاب ما تحركش لتحت. ليه كان السهم ده كده ما كانتش لتحت. جاي الفورس. هنديلك بس مين الاول واللي عارف اللي جاي بايرفع ايه دي. آآ مايسون سيكشن كام. سيكشن حداشر. سيكشن حداشر. آآ آآ مايسون احمد. خالد تمام. شكرا. ها حد يعرف الاجابة يتفضل. اولا بصول. يتفضل. ده عشان البولارتز المختلفة. هيحصل تجاجه. بص معي بشي. بص بشي. خلي بالك. الفيدي المقناطيسي وانتو خدتوا مجالات. يحب يمشي في الحديد ولا في الهواء. في الحديد في الايرن. لماذا؟ لان المعاوقة المقناطيسية الايرن ما لها اقل من التعمين. تعال الارجاب. اذا هذا الفيدي المقناطيس يتحرك في اتجاه يقلل الايراكتانس ليس يزودها. في اتجاه الذي يقلل المعاوقة. مين الاتجاه الذي يقلل المعاوقة؟ ان الاكس تقل اكتب القوانين اللي انا مساحتامل شوية. يبقى الاريلاكتانسة ال وليس في اتجاه ان هو يزود الاريلاكتانس. لان الفيدي ده عاوز يعدي. فالمساري السهل بالنسباله ان هو يقفل تماماً اللي ارجاب يلغيها. عشان يبقى كله حديد في حديد. يبقى هنا عشان كده قلنا ايه? عشان كده قلنا لازم يعني تخرج في اتجاه اللي هو يزود الفورس ويحرك الفيس في الاتجاه اللي يقلل الارجاب لحد يمتى? لحد ما يلاقي الارجاب قفلت خالص. لو عندي بي هي الفورس بنقفل المايك لو سمحتوا كلنا لو سمحتوا اللي ناس يفتح الناس وفتح المايك. لو عندي بي هي الفورس of attraction between two ball بالنيوتين. يبقى عندي الميكانيكال work is done at the expense of energy stores in the field. الميكانيكال وور كده هو الفورس في الدستانس. بس هنا الفيس ده تحرك مسافة دلتاكس يبقى الفورس في الدستانس بيساوي. التغير في الانرجي. الفورس في الدستانس بيساوي التغير في الانرجي. كريم. المايك ده لو اتفتح تاني هتلي اسمي. انا عندي الانرجي بتساوي يبقى الفورس في الدستانس يساوي التغير في الانرجي. دي يعني التغير. بساوي مينوس. ليه مينوس؟ لسه زميلتكو ايلا دلوقتي لان ده تحرك في اتجاه يقلل الانرجي. يقلل مين؟ الانرجي. خلي بالكو الانرجي اللي هنا اسميه energy store. تبقى الجزء من الانرجي اللي خرج عشان يحرك الفيس ده في الاتجاه ده اسميه الco energy. يبقى في الاتجاه ممكن اجبالك في الامتحان. تسلي كذلك كذلك. الفيس ده يتحرك في الاتجاه. يقلل الانرجي. يزود الانرجي. يقلل الانرجي. يزود الانرجي. او ممكن اقول لك كده. هذا البول ده يتحرك في الاتجاه. الذي يزود الانرجي. ويقلل الانرجي. الذي يقلل الانرجي. ويقلل الانرجي. الذي يقلل الانرجي. ويقلل الانرجي. الذي يقلل الانرجي. ويزود الانرجي. ويقال الانرجي ستورد. ألعب لك على الثلاثة. أنا أسألك على ثلاث حاجات. على الـ X والانرجي ستورد. والـ الـ Reluctance. أنا ممكن أن أسألك على أربع حاجات. أقول لك هذا الفيص يتحرك في الاتجاه الذي يعمل إيه؟ مع الـ X و مع الانرجي ستورد. ومع الـ Reluctance. ومع هو الجزء من الانرجي الذي خرج من الانرجي ستورد. ورح لكي يعمل الفرص اسمه الـ Q Energy. مكملة الطاقة . C-O Energe ، هذا الشيطع المح Methane. لإنها الجزء المكملة. لأن الإنترجي التي خرجت عشان تعمل الفرص. والإنترجي ستورد مجموعهم يساوي الإنترجي. والإنترجي التي ستورد مجموعهم يساوي الإنترجي الذي قمت her. الـ إنترجي الذي جاء من السبيل في الإنترجي الي wo وهو الانرجي التي خرجت لكي تقوم بتقلل الفورس فإذا كان هذا الفيرس في الاتجاه الذي يقلل الانرجي يكون هو التجاه نفسه الذي يزود الكويرج، يعني يزود الفورس لذا نضع إشارة؛ سأجلب الفورس بعد الضفاء الميكانيكه البول العنوان كان يسميه يعني أنا في الآخر أريد أن أجلب الفورس سيبقى الفورس تساوي سالب يعني الاتجاه الذي يقلل هاتل الفورس في طرف سوف نجد الفورس في طرف الالبي سيساوي كل هذا على الـ على الـ delta x من اللي فوقشن في الـ delta x من اللي فوقشن في الـ x الـ phi لا الـ x ما انا قلت من شوية ان الحاجة الوحيدة الحاجة الـ function في الـ s تساوي الـ x اللي هي اللي انسة على الـ mu نود في الـ area اذا مين اللي فوقشن في الـ s اللي هي الـ S عشان كده انا فاضل من الـ S بالنسبة لمن؟ بالنسبة لـ X وبالتاني كل ده سوابت هشيل الـ S وحط ما يقابلها لـ X في ميو فاضل تعرف بقى أنا عندي أخوك الصغير عارف الكلام ده بقى في السنوية عامة فاضل كده تطلع معك نص B2 في الـ area على 2 ميو نود خلاص بقى والله يبقى أنت عاوز تحفظ دي ماشي أنت ممكن تحل بالخطوة دي في المتحان ممكن تحل بديه ممكن تحل بديه ممكن تحل بديه ممكن تحل بديه طبعا الـ Derevision عليك والفورمولة الأخيرة برضو عليك P لو أنا عارف كسافة الفيدل المغناطيسي وعارف الـ area بتاع البلد ده وطبعا الميو نود باربعة في عشر منز أقدر أجيب الفورس يبقى أنا عاوز أجيب الفورس اللي هتتولد هنا لو أنا عارف الـ Flux Dynasty بالتسلا وعارف الـ cross section ده بالمتر المربع أقدر أجيب الفورس بـ 100 بالنيوتن مش وانسين أنتم ملاحظين أن أنا حولت الإنرجي بتاع البلد إلى فورس ده اللي اسمه Electro Mechanical حولتها من كهرباء من Electrical عن طريق الماجنيتك اللي أنتو خدتوه تيرم الأولين اللي هو الماجنيتك سيركيت ولسه بتاخدوه في السيركيت التيرم ده عن طريق الواسط اللي هو الماجنيتك إلى Mechanical Force بالمعادلات بالإثباتات أنا عندي الماجنيتك فلاكس دينستي بالتسلا والأريا حصل ضربه مع الميونودي يديني الفورس بالنيوتن وده إثبات ده Derivation تقدر تكسب المعادلات الرياضية ده Mathematical Derivation أو Mathematical Formulation يبقى أنا كده علمتك إزاي الإلكتريكال الـ Power تحولت عن طريق الماجنيتك إلى ما يقابلها بـ Mechanical Output Force تمام؟ The negative sign في The above equation indicate that the magnetic bolt tends to decrease زي إرجاب tends to decrease يقلل لـ Lens بتاع الإرجاب ده أنا مش بس قلت كده ده الجملة دي جملة بسيطة بالنسبة للي هيجيلك في الإمتحاني كان ده موجود عندك بين سطورة إيراق ويس عندك موجود موجود في المرجع أو الكتاب اللي ناسكي وبالتالي أنا عندي ده ممكن أقولها الـ negative sign دي بتإنديكيات ذات الماجنيتك بولتين to decrease الإرجاء decrease 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 increase 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 كل ده أعتبره صحيح؟ تابعا ناخد صورة إرجاب ده مثال من الـ protection على relay system ده armature جزء أو عضو بسمح له بأنه يكون حر الحركة دول اتنين إرجاب هم دي إرجاب ودي إرجاب أنا عندي الـ Lens بتاع الإرجاب المرة دي اسمه G بالمتر وعندي cross section الـ area بالسنتيمتر squared وعندي كويل عدد لفاته امتين وماشي فيه تيار اثنين ونص أمبير relay coil ده من protection إثنين ونص أمبير بكارنت اثنين ونص أمبير البول أريا اثنين سنتيمتر مربع determine أو determine زي توتا البول بالنيوتن في الحالتين لما يكون السيستم ما فيش فيه أي هاطل وريلي أبن يعني اثنين متر طبعا ده بيبقى relay متوصل بـ circuit breaker خلي بالك الفورس هتخلي الـ armature ده يتحرك في الاتجاه الـ right كده يفتح الدايرة أو lift يقفل ايه يقفل الدايرة لو الدايرة مفتوحة ما فيش عطل يبقى الـ air gap اثنين ملي متر لكن لو فيها عطل هتلاقي ده فيه فرصة اثرت اثرت وقفلت الـ air gap أو قللت الـ air gap length خليتها واحد ملي متر أثرت assume the permeability بتاع core وفرصة ما انت تحسب الـ reluctance تحسب الـ reluctance بتاع هذا الكور زائد الـ air gap وفي الـ air gap زائد الـ reluctance هذا يقول لك أن هذا علب حديدي يسمح بمرور الفيض والبرميابلته عالية جدا فلما تجيب لما تجيب الميو 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 ميو ميو الميو الميو الر لذلك للجزء ملحه إنفنيتي لما تأتي تقسم على إنفنيتي يبقى الريلوكة تنصب كامل إذا تضع هذا إنفنيتي يبقى الريلوكة تنصب كامل زير يبقى نأخذ الريلوكتنص بتاع الإرجاب إرجاب دي والإرجاب دي مفهوم؟ الحل أنا عندي أنت عاوز تجيب إيه؟ عاوز تجيب الفرص الفرص بالسوئي الفرص بالسوئي الفرص بالسوئي نصف في سكور في مين؟ تفاضل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للج يوج� اللينز إن أجبت في وقامت سأحصل أحصل الفرص فكل ما يع portion بأن أقوم بي ومين؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل المغنيتوم توفرص على مين؟ على الهل ستفعل مغنيتوم توفرص او الهل ماذا يفعل سنقوم بمغنيتوم توفرص ولتجيب في ونجدها نحوض في العلاقة اجيبها ازاي نرجع بقى لإسان فكرة المسألة اجيب المغنيتوموتا في الفورس مديني النوغي اجيب الريلوكتنس متاً إيني هو الرلاغتنس بإرجاب لماذا؟ لأن البريميلات التي داخله انفينيتي الجزء هذا مهم لم يتواجه يبدو الريلوكتنس بإرجاب إثنين في الإرملائي أعلى محدود في الإيرلات إثنين لأن انا لدي إرجاب هنا وإرجاب هم فأنا اجبت الريلوكتنس بإرجاب أجبتها. 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 تماما. وينزر ليه أبن. يعني الإيرجاب لانس 2 ملي. أجبتها. جاهزة. يبدأ اللغة. في اي مغنيتك المطلوبة. وأنا أجبتها على اللغة. لأنا لسه أجبها من شوية. مغنيتك المطلوبة. لأنا أجبتها في أول مسألة. على اللغة التي قمتها. يجبني الفلوكس بالويبر. المجنيتك بول سليب نص في سكوير في تفاضل بالنسبة للجي عشان كده أنا لما جيت أجيب الاس جي جي بتاع بدلالة مين جي عشان أروح أفاضلها إيه دلوقتي فاضل بقى فاضل تفاضل ده بالنسبة بص كده التفاضل ده قل قط لي القط لي قل قط التفاضل ده التفاضل ده تفاضل ده تفاضل ده بكام بالنسبة للجي عشان أروح 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 يبقى ده مين خليك حافظه يا كريم ده تفاضل مين التغيب في مين في الريلاكتنز وخليك حافظ برضو واحد تاني يحفظ للقيمة بتاع كمت الفيت كام مين اللي هيحفظه? مين اللي هيحفظها؟ مين اللي هيساعد كريم؟ أنا يحفظ القيمة دي وكريم يحفظ القيمة دي ده لما كان رليقي أبن يعني ما كانش فيه أطل في الديل فكانت الفورس كام كريم يحفظ برضو القيمة دي فورس كانت تلاتة وتسعة من عشرة نيوتن سأضربها في اتنين لكي أنا لدي اتنين إرجاب طيب وينزر لي اس كلوزد يعني اتغير مين الإرجاب لينس عوض تلاقي ريلاكتنس بقيت كام يبقى الفاي بقيت كام مين كان حافظ قيمة الفاي واحد وثلاثين واثنين واربعين من مئة بقيت كام ها ستمية زاد ليه لأن الإرجاب لينس ايه قلت علشان اللي قلت فالفلاكس ما له زاد ووصل كام لكن لما نجي نجيب التغير في الريلاكتنس تلاع عشرة والسحداشعة على كام الأربع به کیم كم كام التغير في الريلاكتنس كان عشرةculo اللي أربع به اتغير يا كريم لا إذن التغير في الريلاكتنسалог لا تغير لكن اتغير ايه؟ الفيد حصل له ايه؟ زيد عشان يناسب التغير اللي حصل نتيجة ايه؟ ان الار اتغيرت الجي تغيرت حصل فيه الانس تغير ال يبقى الماجنيتك بول تلع كام او الفورس تلع كام الف وخمسمائة الف وخمسمائة تقريبا نيوتن كان كام يا كريم؟ تسعة من عشر بقى كام الف وخمسمائة ده طبيعي ليه؟ لان الارجاب الانس كان اتنين مل كان كام؟ اتنين ملي بقى كام؟ واحد من عشر بقى اللي العشرين ضعف الارجاب الانس قال لي جدا قال لي عشرين مرة كان اتنين ملي بقى كام؟ بقى واحد من عشر ملي عشان كده الفورسة كانت كام؟ كانت تلاتة بقى كام؟ اه ما عندي الارجاب قال لي طب مين اللي حرك الارميتشار ده؟ من الارجاب الانس اتنين الارجاب الانس واحد من عشر؟ فورسة عظيمة كبيرة يبقى الانرشي ستورد اللي كانت هنا خرجت عشان ايه؟ يتحرك الفيس ده في الاتجاه ده امليكيشن ده امليكيشن في البروتكشن امليكيشن على اللي انا شرحته هنا بالمفروض اصلا ما حلش المسألة دي لو انت شرحت فاهم الشرح كملها بقى بشوانس معاك اللي انا قلته مع زميلكه كريمه وزميله اللي احتفظ بالقيم مكتوب هنا بالتفصيل لما نكمل تخلص كام يا كريم الفترة دي؟ المفروض واحدة وكام؟ ثلث طب اخد منكم علش عشرة عيه نسمحين؟ بص يا بشوانسين في عندي حاجتين مهمتين جدا بنسميه او حاجة واحدة اسمها الكورلوس الكورلوس يا بشوانسين مقسومة الى حاجتين الكورلوس الكورلوس كور كورلوس مقسومة الى حاجتين حاجة بنسمها او بنسميها والحاجة التانية اسمها بنسمها ادي 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 كارنت ادي كارنت لوس الادي لوس أحيانا يسميها لوس الولاي كارنت لوس يسميها ال ا a اشكور ارلوس خدت اي سكور layer الى الباوة الطب اي سكور لا يفهم كده؟ المتريال دي القلب الحديد لو انا عرضته لسبلاي او عرضته لتايم فارينج فلاكس على طول لو حطيت ايدي على القلب الحديد بيسخن بيسخن ليه عشان بيتولد نوعين من اللوس في القلب في القلب ده اسموهم النوعين دول مع بعض اسموهم الكورلوس النوعين دول بيسببوا باورلوس في شكل حرارة في شكل حرارة يا دكتور يبقى انت اصلا مش عايزهم يظهروا معاك او انا عايزة اتلشاهم عايزة اقللهم فالاول نفهمهم ونحسب قيامهم والاخرى اقولك بنقللهم ازاي يبقى النوع الاولاني اسمو ايه اللوسس دي مهمة جدا في تحديد الهيتنج لو انا بعمل خلي بالك انا ممكن ازودهم لو انا بعمل سخان هيتنج ريتنج لو انا بصمم ريتنج في ماشين بقى ما تكبره في سنة رابعة او في سنة نتيجو بقى لتاخده ماشين وكده لو انا بحس بالإفشيانس بتاع الروتيتنج ماشين سواء جنوريتور او موتورز اللي هتشوفوها في محطات التوليد او اي ماشين في الاركونديشن اللي هتلاها في الاندستر اللي عموما الترانسفورمر في محطات التوليد والإيسيو بروتد ديفايز اي ديفايز بيشتغل بالإيسي برينسبل مهم جدا تعرف الكور لوسز دي كمهندس انت المفرد تعرف فيرست لوسز بنسميها هستريس لوسز انتو خدتوا في الفيلد البيتش كرف مع الصعوبة او الشكاوة من ان المادة تقيلة خدتوش البيتش كرف لا بالضبط البيتش كرف كان عشان كده المادة دي مبنية على الفيلد بس يعني ايه مادة لازلزة ما تتخضش البيتش كرف لما بعق البي البي اتش كرف البي لما بعرض مادة الكور ده ما بعرضه لسابلاي او فلاكس او فلاكس بييجي كده ومارجعش للصفر تاني بيحتفظ بجزء من الماغناطة اسمها بريزيدول اهو بيتش كار كل مكانة المادة طبعا عشان بس نمسك الماوس مش قادر ايه المفروض المفروض الحتة دي تيجي من هنا كده ناص ونمسح الحتة دي كل مكانة المادة بتحتفظ بالماغناطة كل مكان اللوصص فيها عاليا فكل مكان البيتش كار في عريض كل مكانة الماتيريال ايه بتسخن وده غير محبب المادة تلقا بتتحرك كده تماغناطها تتماغناط تفقد تماغناطها في اتجاه عكسي تفقد تماغناطها بنيجاتيف اللوصبلاي 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 او بوستيف فيديني ده نيجاتيف فيديني الجزء ايه تشيل الماغناطة بالجزء اللي فوق دهوت ترجع ترجع تاني للصفر تفقد الماغناطة نارو نارو ده اسمه وايد ده اسمه ده اسمه اللوصبلاي طبعا انتو خدتوا الكلام ده انا مش هرجع له تاني انا بس بفكر بتتناسب مع الاريا بتاع الاريا دي كل ما كان عريض كل ما كان الهي اسمه عالي يعني كم مرة سابلاي السابلاي اللي هو كم مرة عرضتها اللي هو الفريقونس طبعا انا عاوز اجيب قميتها هاعتبر ان انا عندي رينج طولها L اللي هي صلحها L small و الاريا A والطيار اللي ماشي I الماجنيتك فورس H بتسوي N في I على L واخدناها قبل كده أو I بتسوي H في L على L سابت ناقبل كده هفرد ان الدينستي B فلاكس دينستي هجيبها من ايه بيبقى بديك material واقول لك البيب فيها بكيف الفايل بيسأل البيب الاريا بالويبر يبقى انا جبت مين الفايل تمام لابا شوانسين انا قلتلكم لو انا apply هنا supply تمام ومش هنا تيار هنا بفولت بفولت بلاس ومينس كريم قلنا بيتولت ايه او ايه ايه بيتولت هنا او ايه اه انا ايه 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 تعاكس من التغير اللي ايه 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 وتقعد تزيد تزيد لحد ما السابلاي داي ايه ايه الطيار ايه يتوقف مش خدنا ديه قبل كده اه عرفنا ليه احنا بناخدها عشان الحتة دي عشان الحتة دي يبقى ال E بتساوي عرفتوا الجهة منين ده بيعاكس التغير بيعاكس مورو تاوي E N دي فاي بتي يعاكس مور في بساوي السالب N D الفاي نجي بتاوي ايه عوض فاي بي في الاريا تفاضل ال B في الاريا على بالنسبة D الاريا سابتة صح يبقى اخدها عامل مشارك تفاضل ال B بالنسبة لمن لل T طيب قاعدة لنز بتقول معلش معلش خلي السؤال معك دلوقتي قاعدة لنز بتقول لك بتعاكس مرور الطيار علشان كده يسوي نيجاتي في نيجاتي فيساوي N A باقي باقي نيجاتي بالنسبة الانرجي consumed during delta T E الانرجي يسوي power في time الpower يسوي volt E في طيار و time delta T انا احاوز اجيب delta energy delta energy delta time يبقى يسوي delta time في power الpower يسوي I و time احاوز عن E N A db by dt احاوز فتبقى كده يبقى ده قيمة مين انا عندي I بتسوي H L على N احاوز المعادلة اللي هي دي اللي هي دي احاوز I وعاوز بايه انت لماذا تعمل كده دكتور عشان احاوز H تظهر معاك H تبقى كده وعدل A مع L اللي بتعمل كده دكتور عشان A بالمتر المربع وال L بالمتر يبقى متر مكعب هذا كده volume وهذا H و db بالجول يبقى كده الانرجي بالجول الانرجي انا مش عايزها انا عايزها تبقى قليلها total work done او energy consumed دعوا بالك بشأن هذا البيتش كيرف انا 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 قلت db في الh في volume يدين الانرجي لكل cycle h في delta b في volume يدين الانرجي لكل cycle ركز delta b delta مين يعني شريحة افقية خدته مال شريحة افقية delta b يا دكتور انا اجيب الانرجي كلها تحت الكيرف كله يبقى تكامل من صفر ال b maximum هنا صلى او اكتب هنا b maximum الحتة اسمها b maximum وهو b اسف ال b h ال h ال b a dh يبقى b maximum اقصر ال b maximum يبقى دفاع تكامل من 0 b maximum هذا الفوليوم كل سايكل واحدة هذا سايكل واحدة سايكل واحدة اذا الانرجي كونسيوم دفاع سايكل سايكل فالفوليوم بتاع الرنج في الاريا بتاع stress loop والاريا بتاع stress loop هي التكامل بيقول لي لازم لو انا بدتك curve ب scale لازم يكون الوحدات بتاع h و b لازم تضرب في ممكن نحسبها من قانون اسمه stymet method الرجل قال لك ايه قال ان stress تعتمد على حاجتين على maximum flux value of flux density والmagnetic quality ورح عامل قانون قال لك stress بيتناسب مع maximum flux density قس 1 وستة من عشر وده جايب try and error او empirical formula jool على المتر المكعب هؤل هو volume على cycle طب انا عاوز jool لكل cycle بس تضرب في المتر المكعب يبقى بتساوي ايتا شلت التناسب وحطت equal وحطت ايتا ايتا طب انا عايز ها لكل متر مكعب عاوز ها دي لكل متر مكعب طب عاوز ها لكل cycle بس يبقى يبقى اضرب في cycle per second يبقى اضرب في frequency واضرب في volume بقت jool على second أو watt بنحفظ هذا عشان بنحل مسائل حيث ايتا constant اللي بدهولك في الامتحان وهو constant بتاع stymel Frequency هو loop per cycle أو cycle per second اللي فيه volume اللي هي المتر مكعب AD losses يا بش انسيين قال لك لو عرضت core ل varying flux ينشأ فيه نوع ثاني من اللوصص اسمها AD أو سموها omic التي هي التيارات الدوامية برضو stymel قال لك K AD F X2 F X2 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 لكن في الموراد T سيكون T Thickness لأن AD current عشان أقول F يعملوه Laminated Structure يعني يعملوه شرايح ويأزلوها وبعدين يجمعوها لأن لما يكون عندي القلب الحديدي كتلة واحدة وعرضها المجال تسخن جدا لما عملها شرايح شرايح بثيكنس 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 أقل فبقال LED فعشان كده LED تعتمد على thickness كمان اللي هي T T هنا بيعرف لك key اللي هو ED current coefficient وده بيعتمد على type of core material F اللي هو number of complete magnetization cycle per second اللي هو frequency cycle per second وهي B maximum flux dnc m2 T هي thickness بتاع lamination بتاع material والV هي volume تمام اقرأ الجملة دي بجيبها دايما في الامتحان سيبها لك تقرأ مثال مثال تطبيق مباشر وده يتحل في السيكاشن معا وده مثال تاني على ال هتطبق تطبيق مباشر اللي هو ال B 1 وال B 2 الناس معايا كريم كريم بصر شوانسين انا عندي ال B بتتنسب مع ايه ال B بتتنسب مع ايه مع مين مع ال B و مين وال F يبقى هنا تتناسب مع ال B ماكسموم ومين لو قلت B واحد يبقى مين يبقى واحد في F مين في F واحد طب لو قلت B ايه اتنين يبقى B ايه اتنين تتناسب مع مين تردي مع مين مع B ماكسموم ايه اتنين بس سكوير سكوير انا سنت في المتحن اسقط سكوير في F ايه اتنين ايه سكوير تم تقسم المعادلتين دول على بعض يبقى B اتنين على واحد اتنين براحته يبقى B واحد على ال B اتنين على واحد بسو ايه اتنين على واحد هه كل ايه سكوير في F اتنين على الكل سكوير يبقى القانونين دول جهنين من دول. جهنين من ايه من دول. اسم المعاقق. سمي دي واحد اه? ودي ايه? اتنين. واسم اتنين على واحد او واحد على ايه? على اتنين. انت بتاع راح تعمل زيها للايه دي? اه اه. بس هتبقى بي قص كام? واحد وستة. والف اتنين على اف واحد قص كام? واحد وستة. مفيش واحد وستة كريم. مفيش واحد وستة كريم. مفيش واحد وستة. مفيش. لان القانون ايه? واحدة الستة والإف مالهة متربعة إذا القانون ده متربعة متربعة طب واحد يقولي طب والسيكنس طارق مع السيكنس هسبت والكي طارق هاعتبر أن نفس الماتيريال معمولة نفس الايه الامنية بس بعرضها لكسافة فيد مغناطيسي وفريقونسي مختلفين في كل مرة عشان كده دول تشاله من القوانين خلاص اقدر بقى لو جبتلك مسألة في الامتحان شبيهة بدي انت بقى لو حافظ هتخط القانون ده لكن لو فاهم هتعدله ايه وتحل وتجيب النتيجة صح كده شكرا انخلصت المخضرة واللي عنده اي سؤال اتفضل اخل الغياب سواني هاخد الغياب ثانية هاخد الغياب سواني 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 هاخد الغياب